السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو جديد وموقع جديد من مواقع الذكاء الاصطناعي النهاردة ان شاء الله هتكلم عن موقع جديد تماما من المواقع اللي عملت بيها الفيديو السابق اللي هو بيت الأسرار المرات دي أنا غيرت خالص ليوناردو اي اي واستخدمت موقع جديد حبيت ان انا اطلع اكلمكم عنه موقع النهاردة هو موقع بروم اي اي بروم اي اي دوت كوم هتكتب فيه الادرس par www.promai.com وحتروح للموقع مباشرة موقع النهاردة فيه حاجات كتيرة جدا تقريبا يعتبر منافس لليوناردو اي 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 اذا قلنا ولكن يمكن ليوناردو اي اي الخطة المجانية فيه افضل من هذا الموقع الموقع ده بيقدم 10 coins per month يعني في الشهر الواحد 10 coins فقط بس بصراحة هو فيه امكانيات كتيرة جدا ال 10 coins بعض الناس هتقول لي يعني كل صورة بcoin لا مش كل صورة بcoin كل صورة ب 0.1 coin وممكن يعملك generation لأكتر من صورة ولكن كل صورة بتستهلك 0.1 coin بالنسبة لي الفيديو هو هنا بيعمل فيديو generation وهنا الفيديو شوية مختلف عن الموشن بتاع اليوناردو اعتقد ان ده بيكون اطول شوية وهنا ال 2 coins في الفيديو الواحد يعني انت مثلا عندك 10 coins يعملو لك 5 videos بس طبعا انت اكيد مش هتعمل بيهم كلهم فيديو ولكن زي ما انت شايف هو محدد هنا بعدد يعني قليل من ال coins ولكن زي ما احنا متعودين لازم نلقي الدوق على المواقع المختلفة ونشوف بداية المختلفة النهاردة هشوف ايه في موقع بروم اي اي طبعا اول حاجة هو ال image generation وهنا الموقع بشكل عام بيدعم حوالي 200 style تخيل 200 style موجود داخل الموقع فانت عندك عدد كبير جدا من ال styles او ال art style اللي انت تقدر انك انت تنتج به صورة ايه افضل الموديلز اللي انا ممكن استخدمها من وجهة نظري انا بفضل ال stable diffusion فانت علشان تشوف الموديل اللي انت هتشتغل به يبقى انت لازم تروح تبص في الموديلز الموجودة داخل الموقع علشان تقرر انت هتشتغل بايه هو هنا بيديك شوية امثلة للحاجات اللي ممكن تنتج بهم صورة سواء بتستخدم sketch فيه هنا sketch rendering زي ما احنا شايفين اعطيك مثال وده ال ai image generator ودي هنا الخدمات اللي هو بيقدمها والcreative vision هنا بيوريك ال creative vision شكله عامل ازاي والimage variation وال photo to sketch كل الحاجات دي الموجودة background vision الحاجات دي كلها موجودة كتولز موجودة داخل الموقع في ال hd upscaler ولكن مش هنعرف نجربه لانه هو في ال upgrade ال upscaler بتاعه عالي جداً وانا تطرقت البعض الادوات المجانية في ال upscaler ولكن هنا برضو ال upscaler بتاعه ممتاز جداً erase and replace ان انت تشيل حاجة وتحط مكانها حاجة وال auto painting وال relight هنا طبعاً واضح انه بيعمل adjust للإضاءة بتاعة مثلاً السورة زي ما احنا شايفين في حاجات كتيرة جداً موجودة وأدوات كتيرة جداً موجودة داخل هذا الموقع تعالوا كده نبص بص على ال image generator مثلاً على سبيل المثال لو انا رحت كده لل ai image generator طبعاً هتروح تعمل sign up عادي جداً في الموقع هنا حيديك حاجات كتيرة جداً بقى يعني هل انت عايز تنشئ architecture ولا logo ولا character ولا three rendering ولا modern architecture ولا interior ولا sketch ولا ايه هنا الموضوع منظم وبيقولك انت بالضبط عايز ايه من ده فمثلاً انا هفترض على سبيل المثال هبص مثلاً على modern house modern house كل الحاجات دي تم انشاءها داخل الموقع طبعاً احنا شايفين real جداً في حاجات real جداً في حاجات معمولة بstyle زي ما احنا شايفين الجودة والتفاصيل بتاعة الصور عالية جداً دي حاجات الناس انشأتها بوسطة الموقع لو انا مثلاً عايزة اروح انشئ مثل هذه الصورة على سبيل المثال بروح ابتدي اعمل remix بالمنظر ده كده وابتدي انشئ صورة مشابهة واضيف عليها اللي انا عايزه هنا modern house ممكن اقول ايتالي مثلاً house with view from top او ايتالي model with view from top وهنا الstyle انت ممكن تتحكم في الstyle نفسه بتاع الصورة هل انت عايزها natural هل انت عايزها cinematic مثلاً انا هنا هاختارها cinematic واخد بالك حتى في الstyle هنا ممكن تعمل customization هل انت عايزه illustration ولا عايزه art ولا عايزه photography ستقدر انك انت برضو تختار الstyle ده هيكون مثلاً art ولا illustration ولا نوع ايه وهنا زي ما احنا شايفين انا رحت لل general واختارت cinematic ممكن طبعاً تروح ال artistic تروح ال fashion تروح ال black and white يدعم styles كتير وفي حاجات يامة جداً جواه وتفاصيل كتير بصراحة يعني هو مميز جداً بال styles بتاعته هاختار cinematic وبالنسبة لل scene ممكن اختار scene يكون architecture طبعاً وهنا architecture كمان اعطيك type بتاع ال building ايه مثلاً فانا ممكن اقول له ال building هيكون residence building بالمنظر ده عايزه villa عايزه commercial ممكن كمان يبديك بالنسبة لل view بيبديك view ممكن يكون ايه هل wide angle view wide angle يعني كده اخد من shot واسع ولا long shot انا هاختار wide angle وحبتد يقول له generate وهنا بيقول لي انت هتستهلكي 0.3 فيه كمان هنا في الفلتر لو رحت للفلتر هنا artist t اللي هو intensity او الشدة بتاعته قريب من الامر ولا بعيدة عن الامر فيه هنا اه الحتة بتاعت الشبه الكروب هنا بيديك الابعاد او aspect ratio انا هنا مثلاً هاختاره 16 اه لتسعة بالمنظر ده وهنا مثلاً هو هينشئ لي اعتقد هنا هينشئ لي 3 صور فهنا هبتدي ان انا اقول له generate واشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي كل صورة هتستهلك 0.1 هنا بيقول لي ان الهيستوري بتاعي على الموقع بيتعمل له save لمدة 30 يوم يعني بيتخزن لمدة 30 يوم فلو انت عايز تعمل download ليهم قبل 30 يوم يفضل عشان ما يروحوش منك زي ما احنا شايفين دي الصور بصوا الصور قد ايه حقية جداً وسينيماتيك الصور تحفة بصراحة هنا ممكن بمنطقة البساطة اروح ابتدي اعمل download انت مسموح لك انك انت في download فور فري تنزل ال preview download لكن الباقي بقى ال full download وال normal upscaler وال normal for x وال hd upscaler كل ده في المدفوع وعلى فكرة لو انت عملت download download لل preview download الجودة بتاعته مش بطالة حلوة وانت تقدر تروح هنا تعمل اه وال edit هنا image to video مفتوح ان انت تعمل image to video واتفقنا ان انت هتستهلك two coins ولو رحت عملت image to video بالمنظر ده كده حين اني هنا لتاب تاني وهنا هيقولي الحركة عايزها high اه او slow هنا بيقولي default motion is high وابتزي بعد كده اعمل generate وبيقولي ان هو هيكلفني اه two coins هبتزي ادوس كده على generate ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي هنا انا بحول ال image الى video هنجرب برضو ان احنا نحول ال text الى video ونشوف ال quality بتاعت الفيديو شكلها عامل ازاي احنا جربنا نعمل image والمرحلة التانية ان احنا بنحاول image الفيديو هنشوف بعد كده text الى video وممكن بقى انت تكتشف بقية الحاجات الموجودة creative vision وال photo to sketch تبص على الحاجات دي انا بلقي نظرة على الموقع وبشوف الحاجات اللي هي المين او الاساسية وانت ممكن تبص على التاني ممكن انت تبص على بقية الحاجات اللي موجودة فيه هنا انشألي الفيديو هبتدي ادوس على الفيديو بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين ده الفيديو وده الصورة في ووتر مارك على الفيديو زي ما احنا شايفين لكن الووتر مارك بتكون في الفيديو من تحت بالمنظر ده كده وبعد كده هبتدي ان انا اعمل download والمدة بتاعته 4 seconds تبتدي تدوس على الثلاث نقط وتبتدي تعمل download ولو خدت بقى لك هتجد الجودة عالية جدا بتاعت الفيديو مقارنة بمواقع تانية بتحول الامج او التكست الى فيديو تعالى نشوف بقى المرحلة التانية وهي انشاء فيديو باستخدام التكست يعني هنا بينقلك كده تحس ان انت تنقلت لانترفيس مختلف شوية هنا هبتدي اقول له get started for free هتستخدم ايضا الكوينز اللي بقيه لك يعني هو مش هيتدي كوين زيادة هنا بيوريك شوية فيديوهات معمولة بواسطة طبعا users من خلال الموقع علشان تبص على الجودة بتاعت الفيديو عاملة ازاي وفور سكند زي ما احنا شايفين وزي ما قلتلك لو عايز تعمل شابه هو بتدوس على ريميكس انا عايزة اعمل من اول وجديد يعني من التكست فهبتدي هنا اكتب الامر بتاعي انا عايزة فوتو شاط يعملي فوتو شاط لبرودكت معين او لمنتج معين وحبتدي ان انا اروح لي البروم اي اي وحط في الامر بالمنظر دا كده وابتدي اختار الصورة انا عايزها ايه بالضبط هلا عايزها ناشرال ولا عايزها سينيماتيك حبتدي اروح للارتستيك فوتو وهختار الارتستيك فوتو جرافي او 5 وفي الاسكيل بالمنظر دا هختاره 16 لتسعة وفي الموشن هخليه هاي وحبتدي اقول له جينيريت يعني انت بتبتدي تختار الاسكيل بتاع الفوتو بتبتدي تختار الاسكيل وبتختار الموشن الحركة وبيقولك الديفولت الافضل ان انت تخليها هاي وبعد كده هبتدي اقول له جينيريت علشان نشوف الفيديو فروم تيكست شكله عامل ازاي على موقع بروم اي اي هنا برضو بيقولك ان انت هتستهلك تو كاينز فالكاينز عندك بتنزلهي بالمنظر اللي احنا شايفين الفيديو بتاعنا خلاص تعالوا كده نبص على الفيديو ده فيديو كده فوتو شاط لبرودكت اللي هو هنا البرودكت عندي هو كافي باج بالمنظر اللي احنا شايفينه طبعا اي كافي باج انا ما قلتش انا عايزة اي بالزبط اي كافي باج فعطهني بالمنظر ده وبالشكل ده زي ما احنا شايفين فاخنا خدنا فكرة عن تحويل الصورة الى فيديو وخدنا فكرة عن تحويل تيكست الى فيديو وجربنا الامج جينيريشن في هنا حاجة اسمها تاكست افاكت لو دست على تاكست افاكت هنا 3D تاكست افاكت جينريتور انت ممكن يكون عندك تاكست معين وعايز تعمله افاكت هنا انا هستخدم تاكست موجود الرادي هو هنا سيبدول علشان تجرب بيهم ممكن ترفع الصورة اللي فيها التاكست بتاعك يعني انت ممكن يكون عندك كده background عادي جدا ابيض زي ما احنا شايفين وعطيك مثاله هو فهنا انت حيكون عندك صورة الصورة دي مكتوب فيها جملة معينة والbackground ابيض بالمنظر ده انا هنا هروح اعمل يعني ده على بالمنظر ده كده واشوف هنا بيقول لي العايزة realistic ولا عايزة ايه بالضبط انا ممكن اختار ان هو يكون حاجة زي كده مسلا انا بيوريني الشكل هيكون عامل ازاي رندر مود هنا ده بالنسبة للرندر مود عايزة يكون عامل ازاي انا هخليه او اتلاين وهنا بنسبة لل something you want positive promise عايز امر معين تضيفه او anything to avoid عايز حاجة معينة تضيفها او حاجة معينة مش عايزها موجودة في الصورة فاللي عايز تضيفه بتحطه هنا واللي انت مش عايزه يعني بتقول انا مش عايز الحاجة الفولانية تكون موجودة في الصورة وبعد كده هبتدي اقول generate ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي وهنا ده الافكت اللي معمول على التكست اللي انت عايزه الكلمة اللي انت عايزها طبعا انا هنا استخدمت example انا هنا استخدمت example من البرنامج نفسه وانت طبعا بترفع التكست بتاعك ودي النتيجة بتاعته فممكن مثلا اروح لحاجة زي كده تلاقيها كويسة فابتدي ان انا اعمل لها download وهنا طبعا انت هتكون برضو محدود بالخطة المجانية ده بالنسبة لموقع النهاردة bromai.com اتمنى تكون موقع النهاردة عجبكم جربوه في حاجات كتيرة جدا حاول تستفيد من التين كوينز علشان تجرب كل الادوات الموجودة في الموقع زي ما اقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقنوة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعين الاعزاء متنساش اللايك والشير والكممنت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة